صباح الخير وأهلا وسهلا بكم بفيديو جديد من ADS Securities والبداية كما هي العهد مع فترة التدولات الأسيوية اليوم التي شهدنا فيها الرقمين غير مهمين كثيرا من أستراليا ونيوزيلندا لكن نوعا ما شهدنا نوع من التأثير البسيط أيضا على كل من الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي البداية من أستراليا شهدنا مؤشر AIG Soros Index أو مؤشر قطاع الخدمات يعود للارتفاع من جديد إلى 47.5 في ديسمبر من أصل 43.8 بينما هذا الرقم بالتحديد لازال دون مستويات الخمسين المهمة التي تفصل ما بين التوسع والانكماش منذ حوالي فبراير من العام الماضي أما في نيوزيلندا شهدنا مؤشر Commodities Prices أو له مؤشر أسعار السلع يستمر بالانخفاض مرة أخرى لينخفض بشكل حاد بواقع 4.4% خلال ديسمبر بالمقارنة مع انخفاض أخر بواقع 1.6% خلال أيضا شهر نوفمبر الماضي والذي يعتبر أكبر انخفاض شهري منذ حوالي أيبريل من العام 2012 أما خلال فرص الدولات الأوروبية المقبلة اليوم لدينا مجموعة من الأرقام الاقتصادية المهمة من كل من ألمانيا إيطاليا وأيضا الاتحاد الأوروبي والتي في الغالب ما سيكون لها تأثير الأكبر على الأسواق من جديد البداية من ألمانيا مؤشر أسعار أو أولا تجزئ التوقع تشير لارتفاعها مرة أخرى بواقع 20 النقطة المئوية في نوفمبر بالمقارنة مع ارتفاع آخر بواقع 1.9% في أكتوبر الماضي والذي قد يكون ثاني ارتفاع شهري على التوالي أيضا لسنشهد في ألمانيا من جديد لدينا أرقام البطالة أو التغير في البطالة من المتوقع أن ينخفض التغير في البطالة بواقع 6 ألاف ديسمبر من أصل أو بعد أن كانت قد انخفضت بواقع 14 ألف نوفمبر الماضي والذي أيضا قد يكون ثالث انخفاض شهري على التوالي لم نشهد له مثيل منذ منتصف العام الماضي 2014 أما في إيطاليا أتوقع تشير مرة أخرى للأسف إلى أن نشهد ارتفاع آخر في معدلات البطالة إلى أعلى مستوى لها في تاريخ إلى 13.3% في نوفمبر من أصل 13.2% في أكتوبر الماضي لكن معدلات البطالة في الاتحاد الأوروبي توقع تشير اليوم إلى استقرارها عند 11.5% دون تغير كما هو الحال كان عليه خلال الست أشهر الماضية والتي جهدنا أيضا فيها استقرار هذه المعدلات على ما هي عليه عند 11.5% أيضا الشيء المهم في هذه الجلسة اليوم بتحديد هي أرقام التضخم من الاتحاد الأوروبي والتي ستشكل نوع من التحول أو التغير بشكل كبير في الأسواق أولا وخصوصا خلال شهر ديسمبر لأنه لدينا مؤشر أسعار المستهلكين توقع تشير إلى عدم وجود أي نمو في هذا المؤشر بالمقارنة مع ارتفاع بواقع 13 النقطة المئوية في نوفمبر الماضي بينما مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي من المتوقع أن ينخفض مرة أخرى إلى 16 النقطة المئوية من أصل 17 النقطة المئوية والذي قد يكون فيما لو أتت الأرقام كما التوقعات ستكون هذه القراءة هي أدنى قراءة في التاريخ بالنسبة لهذا المؤشر لكن من جديد هناك توقعات أو احتمالية أكبر بأن نشهد أرقام بأسوأ من التوقعات وبأقل من التوقعات خصوصا في مؤشر الـ CPI ومؤشر أسعار المستهلكين والذي قد ينخفض إلى ما دون مستويات الصفر مرة أخرى أو نأتي بقراءة سلبية في ظل وجود أو في ظل استمرارية في انخفاض أسعار الطاقة خلال الفترة الماضية وهذا الشيء أيضا سيزيد من التوقعات بأن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتيسير كمي شامل خلال الشهر الجاري أو خلال اجتماعه خلال هذا الشهر بدها بالأفرطة الدولات الأمريكية اليوم أيضا لدينا مجموعة من الأرقام الاقتصادية المهمة من كندا والولايات المتحدة الأمريكية والتي أيضا سيكون لها تأثيرات كبيرة على الأسواق البداية من الولايات المتحدة الأمريكية الـ ADP Non-Farm Employment Change أو الوظائف الجديدة في القطاع الخاص التوقعات تشير لإضافة حوالي 227 ألف وظيفة في ديسمبر بالمقارنة مع 208 ألف وظيفة في نوفمبر الماضي والذي قد يكون أعلى قراءة منذ حوالي أكتوبر الماضي لكن على رغم من ذلك هناك نوع من الاحتمالية بأن نشهد نوع من خيبة الأمل في ظل الوجود أو في ظل وجود الانخفاض أو التراجع الذي شهدناه في الاقتصاد الأمريكي خلال الأسابيع القليل الماضية على كل لدينا أيضا لدينا مؤشرات Trade Balance والتي هي العجز في الميزان التجاري الأمريكي توقع تشير لانخفاض هذا العجز إلى 42.3 في نوفمبر من أصل 43.4 في أكتوبر بالذهاب إلى كندا اليوم لدينا أيضا لـ Trade Balance والتي هو الميزان التجاري أتوقع تشير إلى أن يسجل عجزا من جديد أو أول عجز منذ حوالي سبتمبر الماضي ليسجل هذا العجز بواقع 0.2 مليار في نوفمبر الماضي من مقارنة مع سور بلس أو له فائد كان بواقع 0.1 مليار في أكتوبر الماضي أخيرا المانيفاكترين PMI ومؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحولية في كندا توقع تشير انخفاض مرة أخرى بشكل حاد إلى 52.3 في ديسمبر من أصل مستويات 56.9 التي شاهدناها أيضا خلال شهر نوفمبر الماضي والتي قد تكون أدنى مستوى من دحاوة لشهرين هدي كل الأرقام الاقتصادية المنتظرة لليوم لكن الشيء الأهم اليوم ستكون أو الأسواق تنتظر محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرال الأمريكي اليوم مساء في تمام الساعة 19 بتوقيت غرانيتش لا نتوقع أي شيء جديد من قبل الفيدرال الأمريكي في الوقت الحالي قد نشهد المزيد من التلعب بالحديث أو التلعب بالكلمات في البيان كما حصل في الإعلان الأخير أو قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير خلال نهاية العام الماضي لكن من جديد لا نتوقع أن هناك أي تغير في الوقت الحالي في ظل أيضا وجود استمرارية في تراجع الأرقام الاقتصادية مؤخرا كان لدينا حوالي 32 رقم أتت خلال الأسبوع الماضيين بالإضافة إلى رقمين من يوم أمس جميع هذه الأرقام باستثناء رقمين فقط أتت بشكل سلبي وأيضا انخفاض معدلات أو انخفاض أسعار الطاقة بشكل عام سيؤدي من جديد بالفيدرال الأمريكي إلى أن يأخذ خطوة إلى الوراء والانتظار لمزيد من الدلائل هذا كل شيء لدينا في هذا التقرير بكل أحوال يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب لمزيد من التفاصيل شكرا على المتابعة